بسم الله الرحمن الرحيم امتحان متر مادة بي وان تو سري ده ميكوب سنة الفين وتسعتاشر عشر عشرين عشرين اللي امتحان هنا بيقولي انه يتكون من اربع اسئلة وشان وان تو سري فور احنا هنحلل الامتحان ده مع بعض ان شاء الله النهاردة ونشوف كل سؤال وايجابته تكتب ازاي في الامتحان اول سؤال عندنا بيقولي ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اعمل تفاوض ناجح بشكل سليم عليه عشر درجات كمان اشرح لي ايه الاشياء السلبية اللي فيها المفاوض لازم يتجنبها طيب لما اجي اجاوب على سؤال زي ده اعمل ايه افتح المذكرة بتاعتي واشوف اجابة السؤال احنا كنا اخدناها مع بعض وبنعيدها تاني النيجوشياتيج ايبدأ نتكلم عن اكتب له كده في الامتحان انه بيحاول المفاوض الناجح انه يجد عايز يوصل لحل يرضي الطرفين الطرفين بيبقوا كاسبانين يعني ما فيش حد على حساب التاني يبقى ربحان حتى في الشركات كده اه لما اجي اتفاوض انا كمدير مشتريات مثلا مع سبلاير مع مورد لازم اوصل الوين وين سليوشن بيني وبين واحنا الاتنين يكون ربحانين طيب ايه الاربع اشياء اللي بتساعدني انا كنيجوشيشن ايه الاربع حاجات اللي بتساعدني عشان اعرف اعمل صح واحد افصل الناس عن المشكلة اتكلم على القضية او المشكلة بنتكلم فيها انا بركز على الحاجة اللي انا عايز اتفاوض عليها حاجة اللي اركز عليها مانيش علاقة بالاشخاص او الافراد اللي عندي بيبقى اتنين اتنين اركز على الانترست بتاعتي مصلحتي ايه الموضوع ذات نفسه مش البوزيشن مش الموقع ولا الماكين اتركز على المصلحة العامة زي ما منقول دائما يكذب العربي and the concern of the parties involved rather than specific position مش بس ادور عنا على المصلحة الشخصية فقط لا غير لا لكن انا بشوف على ايه اللي يرضي الاطراف كلها البارتز اللي موجودة يعني الاطراف اللي موجودة rather than positions معين جينيرات option for اطلع options اطلع خيارات علشان الطرفين يبقوا ربحانين زي ما قلت من شوية يبقى generate options اطلع خيارات وبدائل there is no one right solution نفيش حل هو ده اللي لازم يمشي لا لكن search for alternative ادور على بدائل ابحث عن بدائل and maturely advantageous outcome نتائج تكون مرضية ومفيدة للطرفين maturely be prepared to develop and explore innovative option خليني مستعد علشان اطور وقدر اني اطلع حلول مبتكرة جديدة خارج الصندوق innovative options and suspend judgment until late in the process وخلي الجوجمن حكمي على المشاكل لو انا بتناقش في موقتة معينة اخليه في النهاية until late in the process في نهاية ال process ذات نفسه تمام agree criteria for solution agree criteria criteria يعني المعايير agree الموافقة على بعض المعايير for solutions عشان اوصر للحل try to establish a set of essential حاول اني اعمل كده set مجموعة من الاسسينشا من الاشياء الاساسية والضرورية and desirable criteria والمعايير المرغوبة that the outcome of negotiation should meet اللي لازم اوصليها كناتج لعملية التفاوت يعني انا بتفاوض عشان اوصلي لحاجة معينة عندي معايير معينة لازم احققها في التفاوض لازم تبقى مجموعة من المعايير دي تمام يبدأ forcing that assist negotiation انا لسه بجاوب على نفس السؤال فانا حيقول لي ايه هي الاشياء negative behavior اللي بيتجنبها skilled negotiator ده الجزء التاني من السؤال behavior السلوك اللي بيأثر على negotiation skilled negotiator المفاوض الناجح بيتجنب the following negative behavior بيتجنب هذه السلوكيات الثلبية اول سلوك عندنا defense attack spiral بايه attack spiral ده يعني ايه spiral اللي هي روح روح defense والattack defense اللي هي الدفاع الدائم والattack اللي هي الهجوم الدائم فانا ما ينفعش على طول بهجم على اللي قدامي او اكون بدافع دايما على نفسي في النقاش sequence of attacking statement اللي او انا بستخدم اه متتالية من مجموعة من statement من الجمل اللي بتيجم فيها لقدامي و او دايما مدافع على طول دي بتبقى ما بتساعدنيش في التفاوض ده ابدا ما ينفعش عود التفاوض مع حد على طول بيجم عليها في الكلام او العكس على طول بيدافع كده ما ما يبقاش تفاوض التجنب كمان كمفاوض التجنب يعني المشتتات المشتتات هي الكلمات او الجمل التي لا تضيف شيء فعشان كده لما اجي اعرفها اقول ان هي كلمات الجمل التي لا تضيف شيء وهي بس بتعمل التشتيت للاخرين shouldn't be used ما ينفعش اني استخدمها argument اللي هو الجدل بمعنى صح ما ينفعش اننا اعمل في النقاش بتاعي بنقاط كتيرة جدا ركز دايما على النقاط المهمة والرئيسية في القضية او في المشكلة اللي انا بتنائش فيها كهان بيهيفيور تشين تشين يعني سلسلة بيهيفيور اللي هو سلوك سلسلة من السلوكيات اللي عبر عن وحب يسأل سؤال بعد كده يلخص بعد كده يضيف بعض المعلومات كل في جملة واحدة فده يعمل ايه ازر don't know which bit of input to respond ما عاش عارف يجاوب على اي جزئية من اللي انت قلته فبمعنى صح بيقول معلومات كتيرة قوي في او اسئلة كتيرة قوي في نفس الجملة فما عاش يجيب اليمين في الشمال مش عارف يجاوب على فيعمل مشكلة في التفاول الاخيرة دي معناها ان لما يبقى فيه طرف معين يد رد فعل على طول لأي عرض جايله العرض في النهاية انت مش هتحصل على حاجة يعني مش هنحقق اللي احنا عايزينه من التفاول ده انت لما تكلمت كتيرا انا في النهاية ما ما فهمتش اي حاجة من انت ولده فده اسمه كاونتر بروبوزول كمام يبقى كده احنا عرفنا نجاوب على الجزء الاوليني او من السؤال اللي عندنا نرجع تاني للسؤال او الامتحان هنلاقي كده ان احنا جاوبنا واخدنا خمسة وعشرين درجة على الجزء اتين دول طيب وممكن هنا سألني على اللي هي السلوك السلبي اللي المفروض يتجنبه المفاوض الناجح طب افرد سألني على الجزء الايجابي طبعا هو مش موجود هنا في السؤال بس افرد قال لي ايه الحاجات بقى الايجابية اللي هو مفروض يعملها عندنا في المذكرة هتلاقي الحاجات الايجابية اللي مفروض يعملها هي المجموعة دي بين مجموعة الايجابية الاشياء الايجابية اللي هو وازاي تتعامل مع المشاكل دي جزء ايه تانية اضافية ازاي المفاوض يتعامل مع المشاكل برضو دي جزء ايه دي كنا شرحناها قبل كده فانا قلت اقولها مع الجزء ايه دي طالما احنا اراضي بنحل الامتحان نرجع الامتحان السؤال التاني بيقول لي ومفروض اغلب الطلبة اخذوا الكلمات دي والحاجات دي قبل كده في مواد تانية اعرف لي اللاين جراف الفورس فيلد دي جرام الانبوت اوتو دي جرام السيستم ماب الملطيب لكوز دي جرام عندنا خمس تعريفات خمس تعريفات دول كلهم عليهم موجودين عندنا في المذكرة اول حاجة هنبدأ بيها اللاين جراف ونروح على المذكرة بتاعتنا ننزل تحت اي هنا دارية السباحة اتناشر اللاين جراف اللاين جراف اللي هو الرسمة اللي بتبقى عبارة عن خط اللي احنا كلنا شفناها قبل كده وعرفتنا اللي هي خطية علاقة خطية اللاين جراف اذ اميسد اوف شوينج الليشنشيب بتوين تو فاريابلز بقى لازم احافظ كده انها بتطلع علي العلاقة ببين تو فاريابلز العلاقة ببين متغيرين اتنين يعني مسلا زي الانتاج بتاع شركة معينة والتكاليف العلاقة بين الانتاج والتكاليف دي ممكن ارسمها على شكل طب يا استاذ عايشين يشوف شكل ده ممكن ارسمه في الامتحان ولا لا ممكن اه ينفع نرسمها في الامتحان عادي فيش مشكلة طب شكله اعمل ازاي اه نوريكم الصورة دلوقتي للشكل ده شكل ده شكل ده مناظر بتاعة لو عايزين نبص عليه دي كل اسمها خط كده عمال يطلع ويتحرك فبيطلع لي هنا علاقة بين حاجتين حاجة فوق وحاجة تحت اللي هو الاوتوت مثلا والكاست مرسومين على الجانبين دول نرجعت يعني الامتحان ممكن نرسم رسمة دي عادي جدا مع الاجابة فيش مشكلة النوع الثاني ده الدياجرام اسمه الـ force field force يعني الضغوطات الـ forces اللي بتضغط على موضوع معين تعال نشوف مع بعض force field diagram force field diagram showed the opposing pressure او الفورس الضغوطات او العوامل that are bearing on a situation اللي بتضغط على موقف معين بيتناقش فيه يعني احنا لو مجموعة مسلا في العمل وعايزين عندنا مشكلة معينة بيتناقش فيها في ناس معاها وفي ناس ضد في ناس عايزة تعمل حاجة جديدة وفي ناس ضد الشيء اللي بيتعمل ده فده بيعملوله رسمة كده اسمع force field diagram هنشوف الرسمة دلوقتي مع بعض دي رسمة تاتل force field diagram من الكتاب driving force اللي هم الناس عصحاب الفكرة مثلا اللي عندنا في الدوام اللي عايزين فكرة معينة يطبقوها دول بيضغطوا على الفكرة وعايزينها وعايزين يعملوها وينفزوها هي دي situation وفي ناس ضد الكلام ده اسمهم resisting أو restraining forces بيعمل مقاومة للفكرة دي مش عايزة أو ضد الفكرة دي طب الكلام اللي هنحكتبه في الامتحان هنحكتبه اعمل ازاي هالفكرة اللي قدامي هقول كمان في عملية التخطيط والتغيير داخل الشركات الدياجرام ده شوهي زيه فورسز ويش ار سبورتيف لتغيير اللي يدعمها للتغيير اللي بيسموها وفورسز وفورسز ده اوي رقم تلاتة ده وده نموذج متعرف عليه جدا مدخلات ومخرجات ده اي حاجة في الدنيا عبارة عن عملية تحويل زي مسلا لو اي مصنع بيصنع مسلا سيارات بيصنع اي حاجة بيخش له الحديد او المواد اللي هتخش في التصنيع يميليها عملية تحويل فده اسمه نشوف شكل بيعمل ازاي عندنا هنا هو بيشوف المتخلات اللي بتخش للنظام اللي هي مثلا ادوات التصنيع او مواد التصنيع وبيشوف كمان اللي هي المخرجات اللي بتطلع من رسمة اللي في الكتاب اهي دي رسمة الكتاب الانبوت دي المدخلات ما تدخل شوية اشياء معينة شبكات وكميوترز وبييمينت ومدفوعات معلومات يعني واشياء تحملات تحويل تطلع من ناحية تانية او بتفيد الكاستومر بتاعي او ساتسفايت كاستومر او بتفيد البروفيت سوربلاس او بتطلع عندي ان انا عندي ناتج ربح عندي فائض وهيكذا فده اسمه انبوت ترانسفورميشن اوتبوت تمام سيستيممâte سيستيمم sicام ايستيممب نلجا على المزقره او السيستم ماب أو السيستم سينكينج الاثنين يعتبرون نفس الشيء سيستم ماب و سيستم سيستنج ناخد شرح السيستم ماب أحسن من الكتاب هنا فبيقول لي أن السيستم ماب مابينج سيستم is like مابينج تاون نعرف أي الحدود بنا حدود المدينة نرسمها بالشكل كما قدامنا بافصلها عن البره بيبقى عندنا الإطار بتاع السيستم بباكتب الاسم فوق لو انا بعمل نظام لحاجة معينة وبيبقى جوه السيستم ده فيه اجزاء صغيرة الاجزاء دي اسمها سب سيستمز جوه السيستم الكبير ده طيب لو انا عايز اعرف السيستم ماب كتعريف ممكن نجيبه ازاي بتعريف ندى ان نقول كده السيستم ماب هو بيضح لي الحدود بتاع السيستم والاجزاء اللي هي اللي جوه المكونة اللي مرتبطة ببعضها ممكن يديني مؤثرات او اشياء تتأثر فيه النظام ده من الخارج في البيئة الخارجية تمام فده هو التعريف هي خريطة مافيهاش فيها اسم مافيش فيها اسم بتوضح العلاقات او كده وده اهم حاجة نبعارف هنا نبعارف ايه الغرض من السيستم ده ولازم الماب تكون الى حد ما سيمبل بسيطة ما تبقاش فيها شول كتير لازم تكون كليرلي لابلد لازم يكون لها عنوين واضحة في لابلز واضحة للسيستم دي والباوندر سب سيستم لازم تكون محددة برضو بشكل واضح لازم موضح وراسم السيستم الحقيقي اللي موجود عندي او الجديد اللي انا عايز اغير عليه لازم اتدخل فيه طيب ممكن نشوف رسمة عندنا رسمة بتاعتنا اللي قريدي في الكتاب اللي هي دي الرسمة بتاعتنا دل الكتاب او ممكن نشوف رسمة زي اللي شفناها من شوية على الانترنت سيستم الماب زي دي كده دي رسمات موجودة على جوجل كتير فحنوضح مسلا الوحدة زي دي كده وحشياء معينة موجودة كل حاجة لها الهيدينج بتاعة فده سيستم كبير وسب سيستم الاجزاء اللي موجودة فيه نرجع للمتحان Multiple Cause Diagram Multiple Cause Diagram من اسمه كده Multiple يعني متعدد Cause اللي هو السبب يبدأ رسمة بتوضحي الاسباب المتعددة ما هي السبب او الاسباب المتعددة اللي بتيجي في الرسمة دي ده رسمة يعني عندي سبب معين حاجة حصلت معينة في مثلا هنا General Under Performance الاداء العام في العمل منخفض ليه؟ لان العمال اللي شغالين يشعروا ان هما Feeling of inadequacy يحسوا ان هما مش ملأمين للعمل ويعملوا Errors and Missed Deadline يعملوا اخطاء وما يعملوش الحاجة في ال Deadline في الوقت المحدد انه ما هو يتنفس فيه لانهما بيشتغلوا على ماكينات unfamiliar equipment المعدات مش عارفين يشتغلوا عليها كويس ومعدات جديدة بيفامينها كويس insufficient training ما اخدوش training كويس حتى يشتغلوا incentive supervision المراقبة عليهم عالية جدا بشكل يخليهم يستقوا من العمل conflict with the team كل الاشياء دي قدت الى في النهاية ان general underperformance قدقهم بقى مرخفض فدي مجموعة من الاسباب سبب وسبب وسبب ادى الى في النهاية general underperformance طيب الكلام اللي هيكتب في multiple cause diagram بيقول لي as a general rule an event or outcome will have more than one cause a multiple cause diagram will انها الكلام اللي كتب كده enable you to show the causes and the ways in which they are connected الكذا سبب اللي عندي وازاي هي مرتبطة بعضها suppose for example that you were asked to explain why a work group was underperforming ليه مثلا عندي work group اداء ضيف لماذا الرسمة اللي قلناها دي توضح لي بقى you should use a multiple cause diagram both to help you construct explanation عشان اعرف منها ابني شرح للموضوع عندي present تعرف اعرضه بالشكل اللي احنا اخذناه مع بعض هنا في الرسمة دي واضح؟ بقى كده خلصنا question two definitions دي مجموعة definitions دي عليها برضو 25 مارك يبقى كده هنا احنا خلصنا نص الامتحان بسهولة جدا وموضوع بسيط ومباشر قوي نيجي بعد كده الى المسألة في القويتشن ده عندنا A و B القويتشن A هيقول لي المسألة last month's sales of a product X كانت 10,000 this month's sales were 9,000 what is the increase or decrease in percentage طيب انا كده فهمت اي من المسألة ان قبل كده زمان كانت المبيعات بتاعتي 10,000 وبعد كده انخفضت المبيعات بقى 9,000 عايز نسبة الزيادة او انخفاض increase or decrease طبعا واضح كده ان هي انخفاض كمان بيقول لي write the formula first يعني اكتب لي القانون الاول يعني اذا ما كتبتش القانون وانا بجاوب على المسألة دي مش هاخد درجة كاملة مش هاخد عشر درجات كاملين حنقص درجات حتى لو الحل بتاعي صح طيب الجزية دي كانت مشروحة فينا عندنا في المذكرة كانت مشروحة هنا ايه ده اهي ده قانون increase or decrease القانون او actual increase or decrease هكتبه كده على واضربه في مياه actual increase or decrease يعني زيادة الفعلية او النخفاض الفعلي اللي حصل original value اللي هي القيمة الاصلية هي كانت كام قبل كده في البداية كانت كام وصارت كام كانت كام اصلا ودي original value وبعد كده منساش اضرب في مياه اللي هي النسبة المقوية علشان اطلع على نسبة مقوية لازم اضرب في مياه طيب نرجع للمسألة كتبنا القانون عندنا نكتبه على ورقة عشان نعرف نحله مع بعض نرجع للمسألة ونفتح الكالكولاتور بتاعنا تمام ظهر كده الكالكولاتور لا يا دكتور اه دلوقتي ظهر ظهر تمام طيب هنعمل الفرق ما بين العددين هيكون فوق هما كانوا عشر تلاف وبعد كده صاروا تسع تلاف فالفرق ما بين العددين دول لازم احطهم عندي الول فوق فهي هعمل الفرق ما بين ممكن اكتب على الكالكولاتور على طول من الاساس اكتب عشر تلاف ناخص تسع تلاف يديني الف فعم خاطة الالف دي فوق كده انا عرفت منين جات الالف دي وتحت هكتب العدد الاصلي هما كانوا كام اصلا قبل كده في الاساس كانوا كام في الاساس والله كانوا عشر تلاف صح واطلع هنا اضرب في مية اللي هي الاساس السابت اللي موجود في القانون لاني القانون عندي اصلا كان بيقول لي ايه كان بيقول لي في اه في اضرب في مية فلازم المية دي تبقى موجودة يبقى عرفت منين جات المية دي تمام وادوسي ساوي هيتلاع لي عشرة عشرة دي عشرة يعني تكتب عشرة بالمية تكتب عشرة كده ونحط جنبها علامة بالمية يبقى كده ده الناتج بتاعي تمام في اي مشكلة وما ننساش القانون طيب هي percentage increase ولا decrease هي percentage decrease decrease لانهما كانوا عشرة تلاف وبقوا تسعة تلاف واضحة جدا وما بيعد تاعتكت عشرة تلاف بقى تسعة تلاف ما كان انها قلت هي بقى decrease انخفاض لو كانت العكس هنعمل ايه هنعمل نفس الحال بالزبط هو اجيب الفرق ما بين العددين احطه فوق وبعد كده اقسم على العدد الاصلي اللي هو كان كام وبعد كده اضرب فيه مية تمام دي مسألة سهلة ومضمونة جدا في الامتحان يا ريت ما نضيعش درجة عندي مجموعة من الاركام خمسة تسعة اتنين حداشر تسعتاشر اتناشر حداشر تسعة عشرين عايز تلات امت يسموهم السري ام المين والميدين والمود المين ده له قانون عندنا موجود في الورق لو رجعنا كده للورق مع بعض هنلاقي فيه سري ام موجودين في صفحة رقم تسعة عندكم هم ودول السري ام وهتلاقي تطبيق على كل واحدة فيهم المين له قانون ايه قانون المين لو عندي مجموعة من الاركام مجموهم تقسيم عددهم اجمع الاركام دي واسمع العددهم عددهم كم عدد دول عندنا تلات اعداء تلات اركام صح يبقى اجمعهم اجمع ستة وحداشر وسبع زي ما جمعتهم كده هنا واسمع العددهم على تلاتة يديني كام تمانية ازا المين بيكام بتمانية سهلة بسيطة ما فيهش حاجة فاذا لو انا عايز اجيب المين للمسألة اللي الموجودة عندنا نرجع للمسألة هنا لو انا عايز اجيب المين ليه عامل ليه هفتح الكالكولاتور بتاعي واعمل كده واحط الاركام اجمعها فوق مع بعضها خمسة زائد تسعة زائد اتنين زائد حداشر زائد تسعتاشر زائد اتنين وعشرين زائد اتناشر زائد حداشر زائد تسع زائد عشرين وهنزل تحت اكتب عددهم كم اعدهم كده بايدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عدد عشر يبقى تحت في عشر ودوس يساوي يبقى ازا المين في الحالة بتاعتنا هو عبارة عن مجموعهم تقسيم عددهم اللي هو كام اتناشر ده المين سهلة وبسيطة ما فيش اي حاجة طب الميديان لو جي قال لي يا الله انا عايز الميديان اوكي عندي الميديان انا عارف ميدياني يعني العدد اللي بالنص طيب اعجيبه ازاي العدد اللي بالنص ده ارتب الاعداد الاول وبعد كده اختار العدد اللي في النص ما نساش لازم الاول ارتب الاعداد ما راتبتش الاعداد هتحل غلط يعني لو مديني ارقام زي اتناشر تلاتة خمسة واقال لي الميديان مين انا اقال لي اللي في النص هو تلاتة غلط ما ينفعش ده اجابة خطئة وما اللي عمل ايه ارتبه من الاول من الصغير الكبير تلاتة خمسة اتناشر العدد اللي منص هو كام هو خمسة فاذا العدد خمسة هو اللي هيبقى موجود عندي طب افرد يا أستاذ كانت الاعداد مثلا اتناشر وخمسة وستة و عشر ازاي جيب الميديان بتاعتها هعمل هي اقول حاجة هه جاوبني يا محمد هنعمل ايه فيها برتب الارقام الاول هكتب خمسة بعد كده خمسة ستة بعدين عشرة عشرة اتناشر اتناشر طيب بعدين انا عايز العدد اللي بالنص ازاي جيب العدد اللي في النص والله هم كام عدد عندي اه 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 اعمل ايه بقى? باخد الاتنين اللي في النص. الميديان او واخد الاتنين اللي في النص اجمعهم واقسمهم على عددهم يعني ستة زائد العشرة ستاشر واقسم على كام? على اتنين. على اتنين. ايه كام? ايه دين ستاشر اهي. ستاشر تقسيم اتنين. ايه كام? خمسة و لا اه تمانية. تمانية اه. اه? اه? خمسة و نص. اللي اجابة تمانية. لا خمسة و نص ايه رلو. اللي اجابة تمانية. ايه? اجابة تمانية. طيب. نرجع بقى للسؤال اللي عندنا في الامتحان اللي هو ده. تمام? عايز اجيب الاعداد كتيرة. فانا بالراحة خالص كده. ابدأ ارتب الاعداد دي واحدة واحدة. ارتبهم على ورقة قدامي. واحدة واحدة. ابدأ ارتب الاركام اللي موجود عني. طيب. اصغر رقم عندي فين? الخمسة. الخمسة. لا اولا الاتنين. قعدة في اتنين. نركز. لازم واحدة واحدة. الاتنين وبعد كده وراء الاتنين. خمسة بعد كده تسعة تسعة. وتكتب على ورقة عندك. على جنب كده. مسحلان. اتنين وبعدين. خمسة بعدين. خمسة. بعدين تسعة. بعدين تسعة. صح? اه مش باين قدامي بات الاركام اللي. كده باين اره. اه اه تسعة تسعة. تسعة. حداشر. مو Spectator. في حداشر. اه. if you wantroz긴.ㅋㅋ تسعة. 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 تسعة لزنين وبعدين. احزر طيب. بعد ما رتبتهم لازم اتأكد ان هما مزبوطين. يعني اكتبتهم كده قدامهم. اتأكد هما مزبوطين ازاي. عدهم. عشرة نعدهم. اه. اه. واعد ادنين. عشرة نأكد. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنا عشرة. والنحية التانية كانوا كانوا عشرة. بالزلط بقنا كده سليم. قبل ما حلت. طيب. وبعدين احل ازاي. طيب ما هم عشرة ارقام العدد ده زوجي ولا فردي. بقى مع عشرة. زوجي. بأكيد في عددين في النص وش عدد واحد. ففي طريقة يقولك شطب واحدة من هنا مع واحدة من هنا يعني دي طريقة كده يقولك شطب دي مع دي. وبعد كده تاخد اللي بعدها هنا دي مع دي. واحدة مع واحدة. لغاية ما توصل العددين اللي في النص. دي طريقة. مم. وفي طريقة تانية اسهل يعني شوف هنا هو وصل في النهاية انه لقى مين ومين. لقى العددين اللي في النص هو احداشر. اه. دي دي طريقة. يبقى تعمل ليه في الحداشر واحداشر? اقول له والله ان الميديان يساوي اجمع الحداشر زائد حداشر واقسم على كام على اتنين زي ما اتفقنا من شوية. هيطلع لك كام بحداشر. دي طريقة. دي طريقة تانية بقى يقول لك اعمل ايه? بدل ما تشطب وتعمل زي ما انا شطبت كده بالاصفر. لا. يقول لك لما هم كلهم على بعض عشر اعداد. هم قريدي عشر اعداد. يبقى اكيد العددين اللي في النص هو العدد الكام وكام. الخامس والسادس? بالزبط كده. العدسة خامس والسادس اللي هي الخامس والسادس. يبقى العددين دول اخدهم اجمعهم واسمهم على اتنين. دي هي طريقة تانية. في النهاية مهم انك تجاوج لصحف الامتحان وترتب الاعداد وتوري له الخطوات. وطلعنا كده الميديان. طيب المود ايه هو المود? المود هو اكثر عدد متكرر في مجموعة الاعداد. ما عندي هنا? المود هو اكتر عدد بيتكرر في مجموعة الاعداد. which appear most often اللي بيظهر دائما. بعد ما رتب الاعداد اشوف مين اكتر عدد ظهر عندي. يعني هنا مسلا في المسألة دي. الارقام دي اللي موجودة قدامي بعد ما رتبتهم لقيت تلاتة وعشرين تكرر كتير اوي. يبقى هو ده اكتر واحد او. تكرر كم مرة? اربع مرات يبقى ده اكتر حاجة تكرر. طيب افرد رتبت اعداد. لقيت هنا في تسعة عشرين وهم يبقى هنا تسعة عشر هو المود. افرد لتبت الاعداد ولاقيت في عدد تكرر مرتين وعدد تاني تكرر مرتين. يعني مثلا زي عندنا هنا كده. دول بعد ما لتبتهم. فين اكتر عدد متكرر عندي? الحداشر. طيب والتسعة. والتسعة. الحداشر والتسعة اه. احنا نقع في حيرة بقى انا لقيت ان التسعة اتكررت مرتين ورقيت ان الحداشر كمان اتكررت ايه مرتين. طيب يبقى المود كده. المود مين بقى? المود الحداشر ولا والحضاشر. اه. فاقول له ان الموت الاتنين مع بعض. في الحالة دي. طبعا ما ما فيش عدد واحد. لو كان في عدد مسلا الحضاشر دي مكررة تلات مرات يبقى الاجابة الموت حضاشر فقط. واضحة? واضحة. ما فياش حقيقة. اه دي خمسة درجة من الهوا نجيبهم لو احنا فاهمين قوانين المين والميدين والموت سهلين جدا وما فيش قانون بيتكتب كمان حتى. يعني مش زي دي هنا لكن هنا لا ما فيش فورمولا ولا بحيك. تمام. السؤال الاخير. قوشان 4. define survey and the questionnaire and its advantage and its advantage. عرف ايه هو السيرفي اللي هو الاستبيان واسئلة الاستبيان ومميزاته وعيوبه. one of the way to conduct your personal marketing plan is to evaluate your abilities. how to do how do you evaluate your abilities. ازاي ممكن انك تقيم قدرتك. تمام. اجابة السؤال ايه ندول. كل واحد فيهم كده الحالو. السؤال رقم ايه. اجابته هنلاقيها عندنا في الشرح. وانا كنت شرحت اجابة السؤال ده قبل كده. ايه. سيرفي وكوتشانير. هنلاقيها هنا. تمام. انا مش هعيد الشرح تاني للجوزقية دي بس هقوله على الاجابات فين. وone way to conduct your personal marketing plan عشان تعمل قلنا الماركتينج بلان اللي الخطة التسويق الشخصية. ان انا اعرف الابتلات بتاعتي. اجابة السؤال ده برضو هنلاقيها هنا عندنا في النهاية خالص في نهاية الشرح. your personal marketing plan في الصفحة رقم 17. personal marketing plan and evaluating your abilities. دي اللي اجابة اللي انا عايزها. وكمان gathering information ممكن نضفها عليها. دي اجابة السؤال. يبقى كده احنا خلصنا مع بعض. امتحان واحد والامتحان ده مهم جدا. ياريت لو يتذاكر كويس عشان ان شاء الله المارك جاية نبدأ برضو نتكلم عن امتحان التاني اللي هو ده. دي نسخة تانية من امتحان. شكرا.